على اعتاب شهر الرابع يقف الهجوم الروسي على اوكرانيا بعد تسعين يوما نجحت فيها القوات الروسية بالسيطرة على مدينتي ماريوبل وخرسون واستتقدمت ميدانية بطيئة وثابتة في اقليم دونباس جنوب شرقي اوكرانيا على الطرف الاخر حقق الجيش الاوكراني خلال المدة ذاتها نجحت بمناطق شمالي وشرقي البلاد ومحيط العاصمة كييف وفي اخر تلك النجاحات طردت قوات الاوكرانية نظيرتها الروسية من محيط منطقة خاركيف في الشرق الاوكراني وصولا الى الحدود مع روسيا اما عن خسائر الطرفين خلال شهور الثلاثة الماضية فخسرت روسيا من قواتها بحسب وزارة الدفاع البريطانية عددا اكبر من قتل الاتحاد السوفيتي خلال حربه في افغانستان التي استمرت نحو عشر سنين ومن الجانب الاوكراني قال الرئيس فولودمار زلينيسكي ان بلاده قد تفقد يوميا ما بين خمسين الى مئة شخص في المعارك المحتدمة شرقية البلاد وستوقعات من زلينيسكي لايام صعبة قادمة في انتظار قواته وشعبه الاسابع المقبلة من الحرب ستكون صعبة وعلينا ان ندرك ذلك لكن ليس لدينا بديل سوى القتال وبالرغم من تصريحات زلينيسكي فقد تتحول الكفة لصالح الجيش الاوكراني على استمرار الدعم الغربي لكييف بالاسلحة والعتاد وهو الامر الذي وعد وزير الدفاع الامريكي لود اوستون بتحقيقه خلال الايام القادمة سمعنا بعض التصريحات المرحبة بتقديم المزيد من المساعدات الامنية لاوكرانيا وهذا يشمل حوالي عشرين دولة اعلنت عن حزم مساعدات امنية جديدة العديد من الدول تتبرع بدخيرة مدفعية ضرورية للغاية وانظمة دفاع بحرية وذبابات وعربات مدرعة وامام تلك التطورات تسعى روسيا لتأمين وجودها بالاماكن التي سيطرت عليها بحسب الاستخبارات البريطانية خاصة في خرصون التي طالبت ادارتها المحلية المعينة من قبل موسكو بانشاء قاعدة عسكرية فيها لضمان السيطرة الروسية على المدينة الاستراتيجية وسط جنوبي اوكرانيا وفي مسارات التفاوض بعد ثلاثة اشهر كشفت الخارجية الروسية عن تلقيها مقترحا ايطاليا لانهاء الهجوم الروسي على اوكرانيا عبر اتفاق سلام تشارك فيه اطراف اوروبية على ان يخضع مصير اقليم دونباس وشبه جزيرة القرم لاتفاق ثنائي بين موسكو وكييف ايمنجاد تي ارتي عربي